هو نزاع بين العمال وبين أصحاب العمل قدم نموذج مختلف وبديل عن العمل النقابي بلش بالـ 2012 بعد صدور مرسوم تصحيح الأجور عن الدولة اللبنانية والشركة ما وطلعته وطلعت آخر شي بقرار أنه ما بده تطبق الزيادة نحن أسسنا تجمع نقابة الصحافة البديلة لأن بكل بساطة ما في عنا نقابة حالية بتحمل عاملات والعاملين بمجال الأعلام عملنا عريضة ووقع علي عدد كبير لحدود الـ 120 شخص وصولاً لحصولنا على أذن نقابة العاملين في سفينيس لبنان تأساس التجمع بلش بعد 17 سنة وكان بناءاً على تجربة من دول بالمنطقة صبقتنا بالثورات إن كانت بتونس حيث النقابة البديلة نقابة الصحافة البديلة صارت بمكان معين هي النقابة الحالية والفعلية وإن كانت بالسودان حيث النقابات كانت إلى دور أو النقابات البديلة كانت إلى دور كتير كبير بتحريك الثورات فتنا بالمواجهة وحيوالنا نتفاوض نحن والمؤسسة المؤسسة استعملت الترهيب والترغيب والضغط السلطة أول شي جربت تعملوا كرمال تواجه تجمع نقابة الصحافة البديلة هو أنه تواجهنا بالنقابة الحالية فأول شي عملوا مجلس نقابة المحررين المنتخب هو أنه رفع دعوة علينا بمحاولة لأسكتنا اللي صار أنه المجتمع المدني المجتمع النقابة والعمالي بجزء منه تابعنا الاتحاد العمالي العام ولا شي أبدا كان دور سلبي هو وزارة العمل اليوم عمليا اللي عم بيقوم في تجمع نائبة الصحافة البديلة هو بشكل فعل الدور البديل للنقابة الحالية كم مجتمع المجتمع، نساعدنا عمليا الأعمال باستخدامنا نفعلنا الكثير من المجتمع العمالي العام نقوم بعمل الكثير من المجتمع المجتمع ويقوم بشكل فعال بالبيك 700 شخص كانوا غير مسجلين من الضمان الاجتماعي صار في كشف كامل من الضمان تعامل وسلوك الإدارة مع الناس تغير ما عد في صرف كيفي الحراك 17-20 إلا ما ارتقى إليه هو بالعكس شي بيشبه يلي تحركنا منه تحركنا من خلاله عصغير بس هذا سرطايا لكل البلد فقط ليس لبانيساً الوحيدة لكن بداية المنطقة المنطقة أرى الكثير من عملائي المنطقة يذهب كل نوم إلى المنطقة المنطقة لقد كانت هناك حتى الثلاثة أنه عم نشتغل على تحرير التمثيل النقابي فكتير مهم هاي التجربة لخلصت ولانكسرت ونكملة تتوصل لكامل أهدافها لأنه ما في غير أنه العمال عبر كل الجغرافية لبنانية تحدو لأنه هن أول شغلة عم بيثبتوا حقوقهم عم بيثبتوا لقمة عيشهم الكريمة وثالث أهم شغلة العمل النقابي عم اشتوى كل المؤسسات الخاصة هو جزء من إنتاج سلطة جديدة وسلطة بديلة يعني هاي سلطة الفاسدة وعم نقدم نمازج مختلفة من العمل الأعلامي من خلال الأفراد يعني اللي عم بيشتغلوا بالمؤسسات طبعاً أو من خلال مواقف التجمع نحن 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 نشاهد نحن نحن نشاهد بسيطة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر